طبعا لا شك أنه لا حديث في القاهرة وفي غيرها إلا عن تلك القرارات التي صدرت الليلة أو الصبيحة هذا النهار من بنك المركزي ومن مجلس الوزراء المصري بما يعني لهذه القرارات من أهمية ومردود فعل شديد على الشارع وعلى المجتمع الاقتصادي والمالي فطبيعي أنه كل الناس تتكلم المطبيعي أنه كل الناس يبع عندها ردود أفعال متباينة متفاوتة لكنها يجمعها الترقب يعني والانتظار والتأمل فيه أو الأمل في أنه المستقبل يحمل أمورا إيجابية أفضل وأن الناس تبعينيها معلقة هذا النهار على الأقل بمؤشر سعر الدولار في البنوك وحيث كانت تتبعه كأنها يعني تتبع النتيجة من نتائج سباق الخيل أو مباراة على الهواء مباشرة لكن في كل الأحوال هذا الترقب وهذا الانتظار وهذا القلق طبيعي ومشروع ومهم مهم عشان نستنفر جميعا لإدراك حجم الأزمة وأهمية اللحظة وضقة المرحلة وأولنا بطلقة الحكومة لأنها لما بتاخد هذه القرارات الدولة دي بتنعكس على ملايين الأسر في مصر والعائلات وبنسمى بيبقى في حرص شديد من قبل الحكومة إنها تراعي وطرعة وإنها تاخد بالها من الدقيق إنه كل قرار وكل إجراء مؤثر بيسمع بيحرك ويغير في مصار حياة عائلة وولادها ونسها ومن هنا جيه أيضا الإحساس بمسؤولية المجتمع نفسه إذا ما يجري وإزاي إحنا هنعدي الأزمة دي سويا خصوصا إنه هذه القرارات كانت متوقعة القرارات متوقعة لكن التوقيت هو اللي كان مفاجئ القرارات متوقعة باعتبار أنه دي يعني ما وصلنا جميعا من خلال اتفاقيات أو مفاوضات صندوق النقد مع الحكومة المصرية أو مع من دوبيها الممثلين لها في اجتماعات صندوق النقد في نيويورك منذ فترة أو في واشنطن كمان من الأمور الواضحة للمؤتمر الاقتصادي كان في توصيات وهذه التوصيات بشكل يمثل مقدمة التوصيات وراز حربتها يعني تحرير سعر الصرف أو المرونة في التعامل مع العملة كلها تعبيرات يعني تعبيرات دبلوماسية لمضمون واحد لكن اللي مفاجئ هو التوقيت لأنه البعض تصور أن الحكومة المصرية يمكن أن تؤجل هذه القرارات يعني تحسبا أو تحسسا لردود أفعال ما قبل أو ما بعد صدور هذه القرارات القرارات دي لما صدرت بتثبت لنا بوضوح قرارات تعويم الجنيه أو تحرير الجنيه أو تحرير العملة أو اللي تسميها يعني ده يعني ببساطة رقم واحد إصرار من قبل الحكومة على الالتزام باتفاقها مع صندوق النقل وده كويس أن الحكومة لما تلتزم تصر ولما تصر تنفذ النقطة التانية إنها بتعكس سرعة كمان انتخاذ القرارات القرارات دي اتخذت بسرعة كأنها تعبير عنه لا يوجد وقت لم يعد هناك وقت متاح لأي محاولة من التمهل ولا الترقب ولا التباطئ ولا الانتظار ولا يعني أي خطم القطوات الالتفاف ما فيش هو أصبحت قرارات حتمية لابد من انتخاذها سريعا وفورا رقم ثلاثة بيعكس أيضا عدم اعتداد الحكومة ومتخذ القرار أصلا واساسا بتلك الدعوة المهلهالة المتهاوية الهاوية دي اللي هي بتاعت 11 11 وكأنها ليست فيه مدخلات الحكومة على الإطلاق ويبتخذ القرار ده لأنه ما فيش حاجة أصلا اسمها 11 11 يعني دي حاجة ما بين يعني هراء محتمل إلى هراء مؤكد فموضوع مش شاغل صنع القرار لأنه أعظن إنه فيه إدراك شديد رغم وجود حالة من حالة الإحباط في القطاعات المصري وده موضوع لا يمكن إنكاره ولا يمكن الشك فيه ولا يمكن التشكيك فيه ولا يمكن لوم الناس عليه حتى إنما ده لا ينعكس إطلاقاً على ردود أفعال تخريبية فوضوية انتحارية يمكن أن يقوم بها المصريون ومصرون في أحظة من لحظات الإحساس بالأزمة لكن هما عندهم درجة من النضج والوعي والفهم إنه أي خطوة غير سليمة تعمق الأزمة تزود الأزمة عمقاً وخطورة وتفشل أي سبيل الحل أصلاً ومن ثم هذا النضج الفطر الشعبي الوعي الحقيقي المكتسب هذا الوعي من خبرات العشر سنين اللي فات وبتخلي فيه ثقة حقيقية في اتخاذ مثل هذه القرارات دونما يعني الالتفات إلى إنه يا جماعة نزبر شوية طب نعديها هذا أمر لم يعد الواقع يحتمله في حقيقة الأمر لأنه الواقع الاقتصادي في مرحلة من مراحل الخطورة بدت بوضوح في كل ما سمعناه وتابعناه وعرفناه من وقاع المؤتمر الاقتصادي بما فيها خطابات سيد رئيس بما فيها خطابات يعني بيانات رئيس مجلس الوزراء بما فيها المداخلات والمناقشات اللي جرت بين الخبرى والمسؤولين الحقيقة أن المفترض أن هذه الإجراءات تبقى مقدمة لإجراءات تالية وتبقى رغبة معبرة عن رغبة أتمنى أن نكون جدة وحقيقية ويعني وشديدة الجدية وشديدة العزيمة والإرادة فإننا هننفذ المنظومة كلها على بعضها يعني برضو بصرف اللازر إذا كنت تشتراكيا كنت يساريا كنت لبراليا كنت مش واخد بالك من أي حاجة من المدارس دي إنما في المخصلة لما حد ياخد قرار خلاص قرارات ويتبعها قرارات وإنه دي الحاجات المفروض تتعبل واحد اتنين تلاتة اربعة خلاص ده توقع الله بقى مش ده ليتوا شايفينه صح يعملوا كله بقى يعملوا كله وعملوا الآن وعملوا فورا ويبإذن الله حتى المنتعد حتى المنتقد يأمل خيرا إنه ده ينجز وينجح ويكمل المشوار مشوار التحول الاقتصادي لبلد قادرة على إنها تقول على نفسها بلد اقتصاديا على نحو قوي وصلب وقدرة على إنها تحقق طموخات شعبها في حياة كريمة فالمفترض تنفيذ المنظومة كل على بعضها لنأخذ ببعض ونترك بعض ما ينفعش بقى الحزمة كل على بعضها